كيف نسوي الوضعيات مع الضريبة؟ السلام عليكم الكثير من الناس لا يستطيعون التدخل على الدخل هذه السنوات وهم يجمعون في الفلوس و يخبيون في الضار أو في الكوفر أو تحت الزليجة أو يشرون ديور أو أراضي بتخبية لا يقومون بإمكانكم بإمكانكم اسمية مرتك أو اسمية بنتك يعني هذا الناس يسمعون بالليرة هم تهربون من الضريبة اليوم وحسب ما جاء في القانون المالي في 2024 الدولة قررت أن الناس ستدخلهم بالصيف للضريبة وتعطيهم تعريف ضريبي يعني Identification Fiscal الناس الذين لا يعرفون ماذا يعني هو ببساطة الرقم التي تعطي لك الضريبة يتبث بالرقم سجل عندهم و يتعرف و يتعرف ماذا يسايلوك و يتصريح كذلك يعني هذا الرقم يسمح لك لتبع الوضعيات الضريبية لك المهم أن الدولة قررت تدخل الناس المتهربين و قررت تدخلهم للضريبة و هذا الشيء سيجعلها تراجع معهم في ذلك الشيء الذي يملكون سواء بسميتهم أو سواء بسمية أي شخص يأتيهم هذا الرقم جيد يعني حتى لو كان شخص يأتيك مرتك و بنتك كتبت لها شيء أو ذو وسيلها شيء بسميتها سوف يدعون مراجعة لذلك الشيء ماذا مع أنتها أكثر؟ مثلا لا أفهمتك مزيد من شرح واسيلي مع أنتها بالليم سوف يدعون المراجعة لهم سوف يأتيك واحدة ضريبة عمسهم قمحة تقيلة مفرضة على قاعدك الشيء الذي يلقى زائد الغرامس لأنك لم تكن تصرح فماذا هو الحمل؟ مدرية الدرائب أعطتك فرصة من فاتح يناير إلى نهاية دوجنبر من السنة من السنة لكي تسوي الوضعية تسميها التسوية الطوعية تسميها التسوية الطوعية يعني بالدريجة أنت تسلم رأسك قبل أن يقرقبوا عليك أمزح المهم فهمتها ومن الذي تسلم عندهم سوف يتخلص فقط 5% من ذلك من الذي تسلم سوف يأتيك نموذج ومن الذي سوف يتعمر سوف يحسبوا لك ويخرجوا لك ورقة الإعلام بالدفع تضيها للقبضة عودة لكي تخلص وهكذا سوف تسويتي الوضعية لكي المتركبة ودخلتي مع الناس الذين طبعا ملتزمين هذه المدة وهذا هو الحل الذي يرى معقول وكما قلنا لكي تستفيد من أنك تخلص هذه النسبة 5% فقط سوف تنشيق بالنهاية لأن مديريس الضرائب هو للعام جاء تردك شيئا أو أخوتي الصندوق من ياما ونخرجه عاونكم في الدمع الاجتماعي عاونكم في دعم الساكن زدنا البولي سجدنا لجميع المعلمين والأساس بغينا نزيد الموظفين آخرين الله يود منين سنجيب لكم هذا الفلوس هذا كامل كان ضحكا أخوتي لكن بعض المرات كان هناك تعليقات سلبية لأن الناس حاقدين شوية وكانت تفهمها وكانت تضامن معها ولكن ما يريد أن تتعرف بلنا لا نقة ولا جمال فاتشي الدور الذي اللعبه هو دور نشر الإفادة ومحاربة التفاهة والجهد فكن حاول قدر المستطاع أننا نقلو لكم ونبسط لكم المعلومة والله هو المعين حيث رأي شيئا لا مفر منهما في الحياة الموت والضرائب وكما يقولون المعرفة بالشيء خير من جهله فهي المعلومة قدرناها لكم في الباب اللي بغي يسوي الوضعية دياله يجريق بالنهاية هذه السنة الناس اللي كانت ضنب اللي رأى غادي سبقا متربة من الضربة رأيها مخطئة لأن أغلب الأوراش اللي طلق المغرب في السنوات الأخيرة مثل الكارت الجديدة الإحصاء مثل السكان مثل السجل الاجتماعي مثل الدعم وزيد وزيد معظم هات تحدث في هدف واحد هو كل شيء خلف نظام المعلومات للانفورماتيك الشيء اللي غادي يخلي جميع المعلومات عليك وعليها أي شخص كي يجيك متوفرة كنشكركم على المتابعة ما تنسوش بالليرة بإمكانكم تنتسبوا القناة وتولوا أعضاء فيها ستستفدوا من الجمعة من الميزات من بينها الرد السريع على تعليقاتكم وعلى أسئلتكم نشوفكم إن شاء الله في المعلومة القانونية القادمة إلى اللقاء